ولفت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مصر استضافت خلال السنوات الماضية أكثر من 9 ملايين مهاجر زاد هذا العدد في الأونة الأخيرة جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة وأضف مدبولي أن الدولة تتوقع احترام القوانين والترتيبات التي تقنن أوضاع الأجانب في مصر كما تنتظر دعما سريعا وملموسا من المجتمع الدولي حتى تستطيع مواصلة جهودها في هذا الشأن أن مصر استضافت خلال السنوات الماضية أكثر من 9 ملايين مهاجر وزاد هذا العدد في الأونة الأخيرة جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة وعلى الرغم مما يفرد ذلك من ضغوطات وتكاليف تتجبدها الدولة فإننا نحرص على تقديم مختلف الخدمات الممكنة للمقيمين من غير المصريين مثل التعليم والصحة بصورة مماسلة لما يحصل عليه المواطن المصري من خدمات كما تقوم الحكومة المصرية بتوفير التسهيلات اللازمة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة هؤلاء المهاجرين واللاجئين وتعكس هذه السياسة احترام مصر لحقوق الإنسان وحرصها على توفير حياة كريمة للجميع بدون استثناء وفي المقابل فإننا نتوقع كذلك احترام القوانين والترتيبات التي تقنن أوضاع الأجانب في مصر كما ننتظر دعما سريعا وملموسا من المجتمع الدولي حتى نستطيع مواصلة جهودنا في هذا الشهر